السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالفيديو سنظر على نقطة مهمة جدا وهي نقطة تخص الجالية الريفية أو المغربية المقيمة في الخارج بخيرة أرماص اللي جات يوم الجمعة الحسيماش حل جابت الناس الأثميناء وأيضا عدد الرحالات في الأسبوع وأشياء أخرى بقوا معنا باش يعني تعرفوا الجديد في ما يخص هاد المواضيع إذن عملية مرحبا الفين واثنين وعشرين انطلقت كما عارفين يوم الجمعة بميناء الحسيمة في ظروف جيدة لاستقبال المغربة المقيمة بالخارج اللي جاءوا من مختلف بقاع العالم الباخرة ديال أرماص كما عارفين يعني دخلت يوم الجمعة مرحبا الفين واثنين وعشرين أربع رحلات أسبوعية بين ميناء موتريل بإسبانيا وميناء الحسيمة إذن أربعة ديال الرحلات لغيجي من موتريل الحسيمة أسبوعيا النقطة الثالثة اللي غنا نضر عليها هي الأثمينة الأثمينة للأسف جد مرتفعة هضرت مع صديق ديالي لغيجي من موتريل الحسيمة يوم أربعة شهر سبعة من الشهر القادم فقال بأنه هو أربعة بيوم أربعة الأفراد وسيارة غيجيوا في السيارة أربعة ألاف ديالي أربعة ألاف ديالي لغيجيوا مع العلم أنه في الأعوام الماضية كان بنصف الثمن الأثمينة مرتفعة قاع الجرية في كل مكان كيتش كما من هذا المشكل الكبير يعني قبل ما تطلع من ميناء الحسيمة تكون كليتي واحدة البركة لمهمة إضافة إلى تذكر كين هناك واحدة الحاجة آخرى خاصنا ننظر عليها وهي الواقود اللي غتاكل على الطريق سبولت هذا السيد اللي هو عايش في إسبانيا فقال بأنه نفس الثمن يعني في حال اللي عمرت في إسبانيا واللي عمرت في ألمانيا نفس الثمن ما كان حتى يعني فرق لأنه كان بزافة الناس كيقولوا نمشي والتال إسبانيا عاد نعمره يعني الواقود لأنه هناك أرخيص فمن اللي سوز قال بأنه الثمن هو نفس الثمن فهذا الشيء اللي كان إذن هذا الشيء اللي عنا في هذا الفيديو كانت مننا لكم نهارا سعيدا إلا ما زال ما اشتركتوا في القناة دينا مرحبا بكم اشتركوا معنا وشجعونا هذا الشيء اللي عنا طالوا في رأسكم و السلام عليكم